معارك اليوم في جزيرة الرمادي أسفرت عن تحرير منطقة البوع الساف بعد إلحاق خسائر بصفوف تنظيم داعش وهروب أغلبهم باتجاه المناطق الغربية وصولا إلى مدينة القائم كما انكسر المسلحون في تلك المناطق الشاسعة نتيجة للضربات الجوية التي دمرت الدفاعات والتحصينات المعدة لصد تقدم القطعات العسكرية فضلا عن الضربات المدفعية والصاروخية التي أجبرتهم على الهروب حيث شرعت تشكيلات الفرقة الآلية العاشرة من الجيش العراقي باقتحام منطقة البوع الساف بعد أن حررت المحطة الأروائية الثانية الآن اجتازت مركز شرطة الصمود في البوع الساف وهي تتقدم باتجاه منطقة الصراء المعروفة لدى أهل الأنبار بصراء التشيل والقطعات الأمنية تتقدم بسرعة لعدم وجود مقاومة من قبل عنصابات داعش الإرهابي اعتماد تنظيم داعش بعد اقتحام سواتره على السيارات المفخخة والانتحاريين لن يحد من توغل القطعات وتحرير البوع الساف بحسب ما أكد القادة الميدانيون العدو استخدم خط الصد أمام تقدم القطعاتنا من خلال العجلات المفخخة ولكن إصرار المقاتلين الشجعان وأبطال القوة الجوية التي تمكن من تفجير كافة العجلات المفخخة بمعنويات عالية ومراعاة للجانب الإنساني تعاملت القطعات العسكرية مع مئات العوائل في البوع الساف وقدمت مختلف المواد الطبية والغذائية لهم فضلا عن بذل الفرق الهندسية العسكرية جهودا إضافية لإزالة الألغام والعبوات من الدور والطرق الرئيسة قدرنا أن نكسر خط الدفاعي لجردان داعش وتقدمنا لقرية البوع الساف مع كل أن كانوا يردون يعنثرون بأن ما ندخل القرية فدخلناها والحمد لله وشكر وطلعنا العوائل التي كانت بالقرية والحال العوائل تحت القيادة القول الفرق العاشرة وجدنا مخلفات داعش بتفخيخ المنازل وتفخيخ الشوارع عبوات كثيفة أرادوا يعيقون القطعات بالعبوات فما قدروا الهندسة العسكرية جاي تشتغل شغل جيد عمر العبيدي الحرة ترجمة نانسي قنقر